عطايا الميت خير. الميت يجيب لي حاجات حلوة. يعني اكل شرب مش عارف ايه في معادة البطيخ. ما يجيب ليش بطيخ ولا شوف. لان هو كده. متقطع ولا زي ما هي السمرة? متقطع مدورة ايا كان. هو البطيخ ليحش اصلا. معناه ان انت هتعي وحتبكي على حد عزيز والبطيخ لوحش قوي في المنام. وحش جدا. تمام? وفي ناس كتير من السود ده اللب التنسود ده. ده معناه تجمع في حزن. خزن في ميتم. خدت بالك? بنشترها يا رب على الجميع. طيب رؤية ايه الرموز برضو اللي بتدل على ان فيه رزق او العمل او حد هيغير عمله. طيب هقولك. مبدئيا طبعا الرزق بيد الله تعالى. ولكن احنا علمنا رسول صلى الله عليه وسلم ان احنا نكسر من الاستصال الاستغفار. الاستغفار. اللي عايز ولد يستغفر. اللي عايز فلوس يستغفر. اللي عايز شغله يمشي حلو يستغفر. الاستغفار ده ما تبطلوش من عيسانك ابدا. ولكن فيه برضو علامات تدلل على انك انت هيبقى لك مصدر رزق تاني. لما تيجي الولدة المتوفية او الاب المتوفي في النوم بيقدم لك فلوس. ده معناه ايه? معناه ان انت هيجي لك مصدر رزق جديد. لو بقى امك عايشها ولا ابوك عايش وشفته ومات شفت الاب او الام مات ده معناه ان انت هتخسر عملك. خسارة العمل. تمام? او خسارة حاجة بترتزق منها. لان احنا الام الام لما تموت ينادى على العقل. اه. ماتت من كنا نكرمك لاجلها. فالام باب الكرم. بيتقفل. 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 برزقنا عشان. بالضبط كده. تمام. طيب احنا عندنا احلام كتير عايزين نفسرها. يلا. بتقول تفسير اني حامل وانا لسابل. اه حبيبة قلبي بصي اه حمل المطلقة والارمالة والفتاة اللي لسه ما تجاوزتش. ده منام غير محمود. ده معناه ان في ناس بتتكلم عليك في العرض. في عرضك وفي شرفك. فده طبعا يعني وحش جدا. بس لو كنت في شهورك الاخيرة يعني مثلا بتتافع او رايح بتولدي. معنى كده ان الفرج قرر. يعني الناس اللي كلمت عليك دي خلاص حيكتن. لان الولادة فرج. خدت بالك سواء كان بس في اقاويل لمفسر الاحلام بيقولك على فتح البطن يعني مثلا الولادة القيصرية او فتح البطن ده مش مستحب في المنام. ده مش حالي. اه. طب لو واحدة حامل وهتولد قيصاري. لا ده عادي ده احلام لا يؤخذ بها. ما يهم مربع. مين دلوقتي بيقولي الطبيعي. ما كلهم قيصاري. لا في دلوقتي. ما اشوفتش والله. طيب نجامل احلامنا. بحلم ان انا رحت اعمل عمر. الله ما صلى عني. هي بقى البيت. دي لو بيت يبقى تجوز بيها. العمر جاية من العمار. والعمار بناء. والبناء معناها زواج. يقولك بنا بها. يعني تزواجها. فده بازن الله تعالى ليكي. وبعد يقلباني. العمر لازم بمحرب. خصوصا لو هي في سن مش يعني صغيرة. محتاجة محرب. لا هي متجوزة. هي متجوزة? او. طب حلم هتروحي بقى. دي اكيدا انت هتروحي بازن الله. وخلي بالك ان في عمرت وحيحصلت في بيتك فعلا. ربنا هيعمر بيتك. يعني الله اعلم في داخل زيادة هيجي. وخلي بالك ان انت هتقطعي سفر. يعني لا يجب سفر. اه كانوا كانوا بيسفروا بالجبان. الحج والعمرة وكده. فده معناه ان في سفر. طب الامحات بقى اللي مشغولة باولادها. ومشغولة بالدراسة. والامتحانات. والامتحانات والميت ترم والفاينل والحاجات دي كلها. تعمل ايه? ايه الرموز اللي تضل ان هي تخلي بالها على ابنها? لأ اروحي المدرسة شو فيه? لأ اه فيه مشكلة عنده مع صحابه? كلام ده كله. اول حاجة رؤية الامتحان. الامتحان حتى نبصي فيه رؤى لطاليق للابن وطاليق للام. الاب اصدقى. ولا طاليق للابنة وطاليق للام. للام. والعكس هي. شافت نفسها بتمتحن ومش عارفة تحل حاجة في مادة معي. الماس مثلا. مش عارفة تحل فيه. وقعدة تضرب باخمسة. ده معناه ان في رسالة جايالك. ده بص بيبقى صفوة الناس على فكرة. مش كل الناس بتشوف الحاجات دي. اللي هم عندهم اقتناع ان احنا في وسيل التواصل بيننا وبين ربنا. اللي هي ايه? الرسالات المنامية. دي وسيل التواصل بيننا وبين ربنا. لان الواحد لما بيموت الموت الصغرى اللي هو النوم بتطوم. بتطلق الارواح. تحوم روحه في السماء. تمام? وتلتقي بارواح الاموت والاحياء. وانت قابلي فلانة وتعرفي علانة وشفت واحدة معرفهاش. وبعد كم سنة. يعني الحلم اللي انا اشوف فيه شخص مثلا بقالي فترة ما شفتوش. ممكن تكون روحي قريبة منه او التقط. فيه حاجة اسمها التليباثي. ده اسمها التخاطر عن بعض.